بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات صف الأول الإعدادي أهلا وسهلا بيكم في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والنهاردة بنكمل موضوعاتنا في الجغرافية في الترم التاني وطبعا اتكلمنا في الدرس الأول على عناصر المناخ اتكلمنا على الفرق ما بين المناخ والتقس اتكلمنا على عناصر المناخ الحرارة والرياح والأمطار والضغط الجوي عرفنا إيه العوامر اللي بتأثر في الحرارة عرفنا إيه الفرق ما بين الضغط الجوي المرتفع والضغط الجوي المنخفض عرفنا أنواع الأمطار وأنواع الرياح فعلوا بقى النهاردة نتكلم في درس من الدروس المهمة جدا 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 واللي هيفضل معانا للسنة اللي جاية والسنة اللي بعديها كمان فلازم نبقى مركزين كويس مع بعض نجهز كده الورقة والألم عشان كل المعلومات اللي هتسجلها معانا النهاردة أكيد هتستفيد بيها مش بس السنالي زي ما قلنا وكمان مع بعض في السنين اللي جاية ان شاء الله والدرس التاني معانا النهاردة اسمه الأقاليم المناخية طبعا أولاد العلماء المتخصصين في دراسة المناخ لما جم يدرسوا الكرة الأرضية من حيث الحرارة والرياح والأمطار ليع ناصر المناخ لو ان الأرض تتشابه في خصائصها المناخية من قارة لقارة من دولة لدولة فلو مثلا ان الحرارة في بعض المناطق في قارة أفريقيا متشابهة وفي نفس الوقت بعض المناطق في قارة أفريقيا تتشابه في خصائصها المناخية مع أمريكا الجنوبية مع آسيا مع أستراليا وهكذا فالعلماء عشان يسهلوا على نفسهم عملية دراسة المناخ قرروا ان هم يعملوا حاجة تفيدهم وتسهل عليهم الدراسة دي فعملوا ما يعرف بالاقاليم المناخية ودي كده اول معلومة لازم نسجلها مع بعض النهاردة لماذا او بما تفسر قيام العلماء بعمل الاقاليم المناخية ليه اتعملت الاقاليم المناخية دي طبعا لتسهيل دراسة المناخ طبعا مستر بدل ما ندخل على طول كده هوت وتقول لماذا تم تأسيس او عمل الاقاليم المناخية هي ايه اصلا كلمة الاقاليم المناخية طبعا لو احنا مركزين مع بعض هنقدر نطلع من الشرح اللي احنا قلناه من شوية معنى كلمة اقليم مناخي احنا قلنا ان العلماء لقوا على سطح الكرة الارضية مناطق بتتشابه في خصائصها المناخية ممكن تبقى داخل القارة الوحدة او تبقى في مناطق بعيدة عن بعضها في قارات مختلفة هو ده معنى كلمة الاقليم المناخي زي ما ظاهر قدامنا على الشاشة الاقليم المناخي هي مناطق متصلة او منفصلة من سطح الارض لها خصائص متشابهة من حيث الحرارة المطر والرياح يبقى كده شباب اول مقططين واول معلومتين مع بعض النهاردة لازم نسجلهم ولازم نبقى عارفينهم ايه معنى الاقليم المناخية ما المقصود بالاقليم المناخي وهي مناطق متصلة او منفصلة على سطح الارض لها خصائص مناخية متشابهة من حيث الحرارة الامطار والرياح ونسأل نفسنا السؤال التاني بما تفسر قيام العلماء بتقسيم الارض الى اقاليم مناخية قلنا عشان ايه لتسهيل دراسة المناخ على سطح الارض طيب هما العلماء بيقسموا الارض الى اقاليم مناخية على اي اساس ايه الاسس اللي هما بيستخدموها عشان يقسموا الارض الى اقاليم مناخية طبعا برضو الناس اللي مركزين معايا هيقدروا يطلعوا من الكلام اللي احنا قلناه في الاول اسس تصنيف الاقاليم المناخية ممكن يجي يقول لنا اكمل او اختار او صح وغلط اسس تصنيف الاقاليم المناخية هي ايه طبعا احنا قلنا الاسس دي اللي هي عناصر المناخ واهم العناصر اللي انا من خلالها اقدر اقسم الكرة الارضية الى اقاليم مناخية عنصرين رئيسيين اول حاجة تشابه درجات الحرارة على سطح الارض مناطق اللي بتتشابه في درجات حرارها صيفا وشتاء بقى ما بين الاعتدال او الارتفاع او انخفاض في درجات الحرارة او تشابه كمية الامطار يبقى الاسس اللي انا بستخدمها عشان اقسم الارض الى اقاليم مناخية درجات الحرارة وكميات الامطار العلماء جابوا الكرة الارضية نموذج للكرة الارضية وبدأوا يحددوا عليها المناطق الحرارية او المناطق المناخية على سطح الارض طبعا ده هيخلينا نرجع كده بالذاكرة بتاعتنا شوية ونحاول نربط المعلومات اللي احنا بنقدرسها مع بعض ان احنا نرجع كده للترم الاولاني ونفتكر احنا كنا بنستخدم ايه على الكرة الارضية عشان اقدر احدد المناطق الحرارية على سطح الارض طبعا برافو للناس اكيد اللي بتقول معايا ان احنا بنستخدم دوائر العرض اللي هما المية وتمانين دائرة تسعين دائرة في الشمال وتسعين دائرة في الجنوب ودوائر العرض الرئيسية الشهيرة اللي احنا عارفناها مع بعض دائرة الاستواء مدار السرطان مدار الجادي دائرة القطبية الشمالية والجنوبية والقطب الشمالي والقطب الجنوب احنا هنقوم دلوقتي مع بعض على الويت بورد كده هو نحدد ايه هي المناطق الحرارية على سطح الارض وكمان نعرف اسماء الاقاليم المناخية اللي موجودة معنا تعالوا كده شباب نفتكر مع بعض دوائر العرض بتاعتنا طبعا مش هنعمل كل دوائر العرض ومش هنرسمها كلها احنا هنحاول نحدد المناطق المناخية او المناطق الحرارية على الكرة الارضية باستخدام ارقام دوائر الايه العرض مش مسميات الدوائر باستثناء بس دائرة الايه الاستواء يعني لو رسمنا شكل للكرة الارضية وقلنا طبعا ان احنا عندنا دائرة الاستواء اللي هي درجتها صفر العلماء قالوا ان خط الاستواء زي ما احنا عارفين بتسقط عليه اشعة الشمس بشكل ايه عمودي وده بيؤدي لارتفاع درجة الحرارة طيب المناطق الحرة على سطح الارض دي بتبقى موجودة فين بالزبط باستخدام دوائر العرض قالك ان المناطق الحرة دي هي المناطق اللي بتمتد ما بين دائرتين عرب من الدائرة رقم تلاتين شمالا شمال الاستواء يعني الى الدائرة رقم تلاتين جنوب الاستواء يعني من تلاتين الى تلاتين دي اللي بيسموها المناطق اللي هي شباب المناطق الحارة طيب لو جينا بعد كده عايزين نشوف ايضا مناطق اخرى قالك طبعا انت عندك المناخ يا اما حار يا اما معتدل يا اما بارد قالك المناطق المعتدلة اللي بتيجي بعد الدائرة تلاتين وبتمتد حتى الدائرة رقم ستين طبعا شمالا وايضا الى ستين جنوبا يعني المناطق المعتدلة من تلاتين الى ستين شمالا ومن تلاتين الى ستين جنوبا دي اللي بيسموها المناطق الياه شباب المناطق المعتدلة من تلاتين الى ستين ومن تلاتين الى ستين شمال وجنوب الكرة الارضي طيب اخر بقى منطقة عندي اللي هي بيسموها بقى المناطق الباردة ودي اللي بتبقى حتى الدائرة تسعين شمالا والدائرة تسعين جنوبا دي اللي بيسموها المناطق الباردة اي من ستين الى تسعين شمالا الى جنوبا دي كده شباب بيسموها المناطق الحرارية على سطح الكرة الارضي العلماء بقى بدأوا يقسموا المناطق الحرارية دي او المناطق المناخية الى اجزاء اصغر عشان يقدروا او يسهلوا نفسهم عملية الدراسة فجوم قالوا احنا هنقسم بقى المناطق دي الى اقاليم صغيرة تبتعالوا كده مع بعض نعمل جدول صغير نشوف بيه ايه هي المناطق او الاقاليم المناخية اللي عندي اللي هنقسمها ولازم نبقى عارفين مسمياتها ونرسم كده شباب مع بعض الجدول ده كده هو احنا قاعدين مع بعض في البيت عشان نبقى عارفين اسماء الاقاليم طبعا احنا عندنا اقاليم حارة واقاليم باردة واتفقنا ان ما بين الحار والبارد بتبقى فيه مناطق معتدلة طب ما احنا هنا عاملين منطقة معتدلة واحدة بس قالك لا استن المناطق المعتدلة فيها نوعين فيه حاجة اسمها معتدل بارد يعني قريبة من المناطق الباردة وفيه معتدل بيبقى قريب من الحار فبسميه معتدل دافئ طي احنا مع بعض على رسمة الكرة الارضية حددنا المناطق بشكل عام كده هو تعالوا كده نشوف ونحدد ونكتب الارقام بتاعة الموقع بتاعة كل اقاليم من الاقاليم الاربعة اللي احنا كدبنهم قدامنا المناطق الحرة احنا حددناها من كام لكم من 30 الى 30 شمال وجنوب الكرة الايه الارضية طيب والمناطق الباردة قلنا من 60 الى 90 شمال وجنوب الكرة الارضية طيب المناطق المعتدلة احنا قلنا من 60 لتسعين آسف يعني من 30 إلى 60 بس أسمناها في الجدول إلى جزئين معتادل دافي ومعتادل بارد المعتادل الدافئ دوت بيبدأ من الدائرة رقم 30 إلى الدائرة رقم 45 أنا هقسمها بقى بالنص والمعتادل البارد بعديه على طول من 45 وينتهي عند المنطقة 60 طبعا ده هنا شمال وجنوب وهنا برضو بيبقى شمال وإيه وجنوب دي كده شباب المناطق بتاعة الأقاليم اللي عندي أنا كده عندي كم شكل من أشكال الأقاليم أقليم حار أقاليم معتادلة دافئة معتادلة باردة وأقاليم باردة فقط دي أشكال الأقاليم اللي عندي بس إحنا لازم كمان نعرف أسماء داخل كل إقليم أو كل منطقة من المناطق الأربعة دي المنطقة الحارة بتتقسم عند أولاد إلى أربع أشكال للأقاليم عندي حاجة اسمها إقليم استوائي أو شبه استوائي وعندي كمان في المنطقة الحارة إقليم اسمه إقليم مداري وساعات كده بيدلعوه بيقولوا له السفانة وعندي إقليم آخر اسمه إقليم موسمي وإقليم آخر اسمه صحراوي حار يبقى أنا كده عندي الأقاليم الحارة أربع أقاليم استوائي ومداري وموسمي وصحراوي حار طب تعال بقى نروح للنقيد بقى العكس خالص من الحار إلى البارد جدا عندي إقليمين إقليم اسمه إقليم تندرة وإقليم آخر يسمى إقليم جبلي يبقى أنا عندي في المناطق البارد ده كم إقليم؟ اتنين تندرة وجبلي طب المنطقة اللي في النص بقى بقسم الأقاليم عندي هنا هو إلى ثلاث أقاليم وثلاث أقاليم عندي في المعتدل الدافي إقليم اسمه بحر متوسط وإقليم آخر اسمه الإقليم الصيني وإقليم صحراوي معتدل أما المعتدل البارد عندي أيضا ثلاث أقاليم إقليم يسمى غرب أوروبا وإقليم اسمه شر القارات وعندي إقليم كمان اسمه قاري بارد دي كده شباب أسماء الأقاليم اللي موجودة عندي لو عملنا الجدول ده مع بعض كده وإنتوا قاعدين ورسمناه في الكراسة بتاعتنا يبقى احنا سهلنا على نفسنا أكتر من 40% من الدرس لأن المعلومات اللي جاية بعد كده هبدأ أتكلم بقى على فين الإقليم الاستوائي المناخ فيه حار ولا معتدل ولا بارد ولا أمطاره كمان بتبقى في الصيف ولا في الشتاء فهي معلومات بسيطة جدا لو إحنا الجدول ده والرسمة دي أكدنا عليها كويس هيبقى الموضوع بعد كده بسيط جدا تعالوا كده نرجع مع بعض ونبدأ نشوف كل إقليم من الأقاليم يبقى احنا كده شباب اتفقنا إيه هي الأقاليم المناخية عرفنا مع بعض أسس تصنيف الأقاليم اللي هي درجات الحرارة وكميات الأمطار طبعا الأقاليم المناخية ولاد بتتأسم على الخريطة بتاعة العالم زي ما هي ظهرة قدامنا المناطق الحرة والمناطق المعتدلة الدفئة والمعتدلة الباردة والمناطق البردة تعالوا كده نمسك مجموعة مجموعة من الأقاليم ونقدر نعرف خصائص كل إقليم من الأقاليم احنا اتفقنا مع بعض إن الأقاليم الحارة اللي هي من الدائرة رقم 30 إلى الدائرة رقم 30 قسمناها إلى أربع أقاليم إقليم استوائي أو شبه استوائي إقليم المداري وقلنا اللي احنا بندلعه كده وبنسميه لإيه سافنة وعندنا إقليم اسمه الإقليم الموسمي وإقليم آخر هو الصحراوي الحار تعالوا كده مع بعض نشوف الإقليم الاستوائي أو شبه الاستوائي المكان بتاعه فين بالضبط على خريطة العالم أو موقعه من حيث دوائر العرض تحديدا احنا اتفقنا أن المنطقة الحارة من كام لكام من 30 إلى 30 داخل المنطقة دي الإقليم الاستوائي يقع ما بين دائرتين عرض من 10 إلى 10 من 10 إلى 10 يعني من منطقة دائرة 10 شمالا الاستواء وإلى 10 جنوب الاستواء زي ما ظاهر قدامنا في الجدول دلوقت يبقى الإقليم الاستوائي أو شبه الاستوائي اللي موجود على خريطة العالم قدامنا يمتد ما بين دائرتين عرض من 10 شمال الاستواء إلى 10 جنوب الاستواء طب دا بيتميز بإيه؟ يعني خصائصه عاملة إزاي؟ المناخ فيه عاملة إزاي؟ قالك هو حار طوال العام وأمطاره أيضا طوال العام وبتزداد فيه نسبة الرطوبة تعال كده تاني إيه هي خصائص الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي؟ حار وممطر طوال الإيه؟ طوال العام وطبعا دا هنلاقيه طبعا في مناطق في قارة أفريقيا مناطق في قارة أسيا في أمريكا الجنوبية اللي هي بيمر فيها خط الاستواء أقولها كتمانيه؟ إن هي حار وممطر طوال الإيه؟ طوال العام بيمتد من دائرة عرض عشرة إلى عشرة شمال وجنوب دائرة الاستواء طيب الإقليم الآخر وهو الإقليم المداري أو ما يطلق عليه إقليم السفان إحنا قلنا إن الاستوائي كان أخره كام؟ الدائرة رقم عشرة يبقى إحنا هنبدأ أيضا الإقليم المداري من أول الدائرة رقم عشرة إلى الدائرة رقم 18 يبقى الإقليم المداري الموقع بتاعه بيبقى فينا شباب؟ بيبقى من دائرة عرض عشرة إلى دائرة عرض 18 شمالاً ومن عشرة لـ 18 جنوباً طيب إيه خصائص هذا الإقليم؟ الإقليم المداري قريب أيضاً من خط الاستواء فأكيد أيضاً فيه ارتفاع في درجة الحرارة مع رطوبة يبقى بيتميز بارتفاع في درجات الحرارة طوال العام وأيضاً بيبقى فيه نسبة عالية من الرطوبة طيب الأمطار بتاعته أخبارها إيه؟ قالك أمطاره بما إنك بعدت عن خط الاستواء فأمطاره هتقل شوية وخصوصاً إن هي بتبقى في فصل الصيف في فصل إيه يا شباب؟ الصيف يبقى الإقليم المداري أمطاره تسقط في فصل الصيف افتكر كده إن احنا أخدنا حاجة اسمها الأمطار الايه؟ التصاعدية وهي أكثر الأمطار اللي بتفضل موجودة طول السنة واللي بتبقى موجودة عند خط الايه؟ الاستواء كلما بعد عن خط الاستواء تبدأ كمية الأمطار تقل طيب الإقليم الثالث من الأقاليم الحارة شباب وهو الإقليم الموسمي الإقليم الموسمي ملوش أرقام في دوائر العرب لأنه بيتركز في منطقة جنوب شرق أسيا جنوب شرق أسيا وعتنسى إن الإقليم الموسمي مركزه فين؟ منطقته الرئيسية فين؟ جنوب شرق أسيا ملوش أرقام هتتذكر في وسط تحديد المواقع بتاعة كل إقليم من الأقاليم الحارة ده بيتميز بإيه الإقليم الموسمي له شباب؟ الصيف بتاعه بيبقى حار وممطر حار وممطر وبيكون فيه نسبة رطوبة أما الشتاء بيبقى جاف وبارد جاف وبارد أو باختصار ممكن نقول صيف حار ممطر وشتاء بيبقى جاف وإيه وبارد صيف حار ممطر وشتاء بيبقى جاف وإيه وبارد وهو موجود فين أولاد؟ موجود في منطقة جنوب شرق أسيا طيب الإقليم الرابع عندي من الأقاليم الحارة شباب وهو الإقليم الصحراوي الحارة الإقليم الصحراوي الحارة أولاد ده بيبقى موجود في مناطق في غرب القارات موجود فين بالضبط يا مستر؟ موجود ما بين آخر دائرة عرض احنا قلناها اللي احنا كانت في الإقليم المداري اللي هي كانت رقم كام؟ كانت رقم 18 حتى آخر منطقة في الأقاليم الحارة اللي هي كانت دائرة عرض رقم 30 يبقى الإقليم الصحراوي الحار موجود ما بين دائرتين عرض 18 إلى 30 شمالا وجنوبا وأنا قلت هو موجود في غرب معظم القارات خصائص الإقليم الصحراوي بقى عكس بعض خالص بيبقى صيفه حار جدا وشتاءه بارد جدا النهار بتاعه بيبقى حار جدا والليل بتاعه بارد جدا قال لك إن الفرق ما بين درجات الحرارة في الصيف وفي الشتاء دي حاجة كده بنسميها في المناخ المدى الحراري ايه كلمة المدى الحراري دي؟ قال لك المدى الحراري ده يعني الفرق بين درجات الحرارة كلمة مدى حراري يعني ايه؟ الفرق بين درجات الحرارة إذا كان فرق ما بين درجات حرارة صيف وشتاء يبقى ده اسمه مدى حراري سنوي طب إذا كان فرق ما بين درجات حرارة صبح وليل يبقى ده اسمه مدى حراري يومي فقال لك الفرق ما بين درجات الحرارة في الإقليم الصحراوي الحار كبير جدا قال لك لأن المدى الحراري كبير لأن المدى الحراري يا شباب كبير طبعا منطقة صحراوية احنا عارفين ان المناطق الصحراوية نادرة سقوط الامطار سريعا كده الاقاليم الحارة احنا قلنا اقليم استوائي من 10 الى 10 الاقليم المداري من 10 الى 18 الاقليم الموسمي ما قلناش فيه اي ارقام قلنا هو موجود فين في جنوب شرق اسيا والاقليم الصحراوي موجود من 18 الى 30 قلنا ان الاقليم الاستوائي امطاره بتبقى طوال العام الاقليم المداري بتبقى امطاره في الصيف هو والاقليم الموسمي والصحراوي امطاره نادرة تعالوا كده نسأل نفسنا سؤال وانا لسه اقيله دلوقتي بما تفسر يسجل السؤال كده معاك ارتفاع الحرارة سيفا وانخفاضها شتاءا في الاقليم الصحراوي الحار احنا لسه اقيلين لان المدى الايه ايوا برافو لان المدى الحراري اليومي والسنوي كبير احنا لسه اقيلين تاني هو يعني ايه اصلا مدى حراري قلنا اللي هو الفرق ما بين درجات الحرارة وانا عندي شكلين للمدى الحراري يومي وهو الفرق ما بين درجات الحرارة نهارا وليلا والمدى الحراري السنوي الفرق ما بين درجات الحرارة صيفا وشتاءا دعالوا بقى نروح الى شكل اخر من الاقاليم المناخية وهي الاقاليم المناخية المعتادة للدفيئة بحر متوسط صيني والصحاري المعتدل نفس الكلام طبعا هنحدد الموقع بتاعه وهنعرف خصائصه بس خد بالك الاقاليم المعتدلة للدفيئة كلها ما بين ديرة عرضي 30 ل 45 الفرق بقى هي موجودة فين على الخريق الاقاليم بتاع البحر المتوسط اولاد وده بيبقى موجود في غرب القرات غرب اللي يا شباب القرات وده بيتميز بايه المناخ بتاعنا منطقة البحر المتوسط بتتميز بانها حار جاف صيفا ودافق ممطر شتاءا حار جاف صيفا ودافق ممطر شتاءا طيب الاقاليم الصيني الاقاليم الصيني ده بيبقى موجود شرق القرات برضو من 30 الى 45 شمال وجنوب القرات طيب موجود فين تحديدا شرق القرات طيب ده بيتميز بايه قالك الاقاليم الصيني بيتميز بانه حار صيفا وغذير الامطار حار صيفا وغذير الامطار تف في الشتاء قالك شتاء دافق وايضا ممطر او باختصار يعني هو ممطر طوال العام حار في الصيف ودافق في الشتاء الاقليم التالت عندنا اولاد الاقليم الصحاري المعتادلة وده بيقع ما بين زي ما احنا عارفين 30 الى 45 وده بيبقى فيه داخل القرات وسط القرات ده بيتميز بايه انه قليل المطر في الصيف وجاف بارد شتاء تعالوا بقى نروح مع بعض الى الاقليم المعتادلة الباردة اللي ظهر قدامنا اللي هي بتبقى من 45 الى 60 شمال وجنوب الكرة الارضية الثلاث اقليم غرب اوروبا اقليم المعتادل البارد شرق القرات واضح من اسمه انه هيبقى في شرق القرات والاقليم القاري البارد لو مساكنا اول اقليم وهو الاقليم غرب اوروبا وهو يقع ما بين دائرتين عرض زي ما احنا عارفين اهو 45 الى 60 وده موجود في غرب القرات ده بيتميز بيا شباب بيتميز انه بيبقى دافئ في الصيف ومعتدل بارد في الشتاء دافئ في الصيف ومعتدل بارد في الشتاء وهو امطاره بتبقى طوال العام لانه بيقع في مناطق الرياح العكسية الغربي يقع في نطاق الرياح العكسية الغربي الاقليم التاني عندنا من الاقليم المعتدلة الباردة وهو إقليم شرق القرات ما بين 45 إلى 60 شمال وجنوب الكرة الأرضية وده بيتميز بأنه بيبقى معتدل في الصيف وبارد في الشتاء وأيضاً أمطاره طوال العام الإقليم الثالث من الأقليم المعتدل الباردة وهو الإقليم القاري البارد وهو يقع أيضاً داخل القرات في وسط القرات وهو بيتميز بأنه صيف دافئ ممطر مع شتاء قارس البرودة صيف دافئ ممطر مع شتاء ماله قارس البرودة وهو قليل الأمطار في فصل الشتاء آخر شكل من أشكال الأقليم المناخية وهي الأقليم الباردة وهي التي تقع ما بين دارتين عرض من 60 إلى 90 شمال وجنوب الكرة الأرضية الإقليم البارد الأول اللي اسمه التندرة والإقليم الجبلي الإقليم الجبلي ملوش أرقام معينة أولاد لأن الجبال تنتشر في كل قارات العالم وفي مناطق كتيرة أما الإقليم اللي هو التندرة هو اللي بيمتد فعلاً من 60 إلى 90 شمال وجنوب الكرة الأرضية بيتميز بإقليم التندرة ما موجود فوق خالص عند القطب الشمالي أو جنوباً عند القطب الجنوبي فهو شتاء طويل شديد البرودة مع سقوط الثلوج وصيفه قصير بارد نسبيا مع أمطار قليلة يبقى هو شتاء طويل شديد البرودة مع سقوط السلوج وصيف قصير بارد نسبيا مع أمطار قليلة أما الإقليم الجابلي وهو اللي بيمتد على كل جبال العالم وكل المناطق المرتفعة وهو شديد البرودة وتغطي منحدراته اللي هي المرتفعات يعني الجليد لأن احنا عارفين أن كل 150 متر ارتفاع انخفضت درجة الحرارة 1 درجة مقوية عشان كده بيفصر الكلام ده وجود الجليد على قمم الجبال يبقى احنا كده ولاد اتكلمنا النهاردة على كل الأقليم المناخية الحارة المعتادلة الدافئة المعتادلة الباردة والأقليم الباردة نكتبهم في الجدول نحدد كل إقليم خصائص الحرارة بتاعته ايه اوقات سقوط أمطاره وكده يكون الدرس بتاعنا خلص واشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة